بسم الله الرحمن الرحيم سادة مشاهدي قناة الـ HBC قناة الصحة والجمال والسادة متابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء إحنا متعودين إنها حلقات بتعرض أو بتعرض المعلومة الطبية بشكلها الصحيح لسببين اتنين أول سبب لبعض السادة المشاهدين إن هما يقدروا يعرفوا المعلومة الحقيقية تاني سبب بعض المرضى اللي بيتعاملوا مع بعض الأطباء وهم مش عارفين إيه هما في أنهي اتجاه في الوسائل العلاجية على الأقل يكونوا على علم بالموضوع الحقيقي الطبي علشان يقدروا يتفاهموا الطبيب أو ينصحوا الطبيب أو يرشدوا الطبيب أو يغيروا الطبيب المهم إن هما يصلوا إلى أفضل صورة علاجية لهم حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد بغض الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصري يمكن إحنا خلصنا أكتر من حلقة قبل كده اللي فاتوا عن الأورام اللي فيها والعلاج الطبي والعلاج المستخدام الأشعة وبالتدخل الجراحي وتدخل الجراحي بالمنظر والتدخل الجراحي بالاستكشاف وبدأنا نتكلم على أن أحد الزملاء كان بيحكي لي أن مريضة أصرت أنها تعمل منظر استقصال ورم ليفي والطبيب استغرق حوالي 7 أو 8 ساعات بيعمل المنظر علشان أنه هو يستقصل الورم اللي فيه للأسف هو ورم واحد كان لكن كان كبير والوقت كان كبير جدا في الاستقصال وغلق التجويف اللي يحتوي على هذا الورم وفي نفس الوقت إزاي قدر يخرج هذا الورم خارج البطن يعني إحنا مش عايزين نقول أن المنظر هو بتاع كل حاجة ومش عايزين نقول أن المنظر يمشي على المثل المفروض بيقولوه في أوروبا أن هم يعني بيتنقوروا على أي واحد بيعمل أي حاجة بالمنظر هي مش المفروض المنظر موقعها المنظر دي جراحة آمنة جراحة الكيهول المفتاح جراحة السقب الصغير جراحات دقيقة جراحات مفيدة للمريض في كل أوضعها من جرح وطول فترة العملية ولا تؤثر على المريض وبالتالي أنا الحلقة السابقة شرحت وقلت إمتى أخذ قراري باستقصال أورامل يفاين وما مدى الاستفادة من الاستقصال بالمنظر والاستقصال بالاستكشاف في فترة العملية لأنها في فترة لما بالطول في جراحة المنظير الظروف المريضة بكون ظروف سيئة جدا لأن احنا بنبقى نفخين البطن بساني أكسيد الكربون ضغط عالي المريض مش نايم طبيعي على الترابيزة المريض رجله عالية وراسه نزل على الأرض وبالتالي الأوضاع دي كلها بتكون أوضاع يعني إذا طالت المدة هتكون آثارها الجانبية تبدأ تظهر وعشان كده جراحات المنظير لها حدود في الزمن الجراحي دايما إحنا يعني في بعض المراكزة الطبية في أوروبا لاحظتوا أنه أول ما بندخل كان تتفتح الجراحة المنظير كان تنور لمبة كبيرة يقولوا اللابراسكوبي إيز أوبريتنج إذا لو كان استخدام الليزر كان لازراسكوبي إيز أوبريتنج يعني بدأت العمل وفيه ساعة بتتفتح الساعة دي بتبدأ من أول ما الجراحي اشتغل وليها زمن معين لأنه مش المفروض أني أنا أحط المريضة في فترة طويلة في عوامل قاسية جدا على الجهاز التنفوذي وعلى الجهاز الدوري وهنا بتبدأ الحاجات الآثار الجانبية اللي إحنا بنحاول نتلاشاها في جراحات المنظير وقلنا إن المثل اللي بتنقوروا به إن المنظر مش بتاع كل حاجة يعني دايما وهو ده المثل اللي قالوا إن once you have a hammer you expect everything as a nail يعني بيتنقوروا على المنظر بيقولوا إنك اشتريت شاكوش فمن أنت اللي شاكوش في إيدك وبالتالي من أنت شايل إنك عندك حاجة غالية زي الشاكوش ده فبتتخيل كل حاجة كأنها مصمار فعشان تستخدمه فقط بس لكن هو مش مفيد في حاجات لكن بيبقى مفيد في حاجات كتيرة جدا جدا المنظر وده كان تعليقي على أحد الأطباء الزملاء اللي قاعد سبع ساعات في جراحة منظر في حتة ورمليفي يعني برضو عايز أقول أنا موافق وإحنا كل المراحل دي إحنا مرنا بيها واخدنا الخبرة فيها كتير جدا وبعد اكتساب وسقل الخبرة دي لقينا إحسان اختيار جراحة المنظير لكل حالة يعني ما ينفعش إن كل حالة هيبقى المنظر البطن الجراحي توسيع مجال الرؤية هيكون أفضل استخدام حسة الإحساس في جراحة المنظير هتكون أفضل استخدام في طبعا الاستكشاف بقول على الاستكشاف في بعض الحالات إن جراحات المنظير بتفقدنا بعض الحاجات للأسف هي تبقى موجودة في جراحة الاستكشاف لكن برضو ده مش بنقلل من قيمة المنظر لكن بالعكس ده من إن إحنا بنتديله إنه هو بيكون الأفضل إذا أحسن اختيار المريض ليه وبالتالي ممكن نستغنى تماما عن الاستكشاف ونبدأ نستخدم جراحات المنظير لكن أيضا بحدود وبعد كده كان أحد الأساس في 2004 تقريبا كان في كلرمو كان في من فرنسا البروفيسور كورتس فكان بيقول حاجة غريبة جدا بيقول إيه اللي يعمله الاستكشاف المنظار ما يعرفش يعمله فكان الرد عليه لرئيس جمعية جراحة المنظير الأوروبية كلها قالوا لأ إن جراحة المنظار يعني إن أنا أديها عظمة إنها تعمل اللي هي تقدر تعمله بأمان عالي جدا للمريض وهو ده اللي إحنا عايزينه إن إحنا بنعلي نسبة الأمان بجراحة المنظار ومن هنا برضو جالي الفكر شوية من بعض المرضى اللي بتردده وهو إن في بعض أطباء من أول جلسة مع المريض للأسف يعني بعض الأطباء بدون ما يحمل أي فحوصات أو يتدخل أي تشخيص يقرر حقن مجهري يعني برضو ده السؤال اللي أنا عايزة أعرفه يعني ليه أنت حضرتك خدت قرار بالحقن مجهري ولا يوجد سبب واضح في إن هذه السيدة تفسر إن تأخر الحمل يعني أجي أسأل السيدة يا ستي عمل منظار لا ما عملتش طب عمل منظار بطن لا أعمل منظار رحمي لا أهيه التحليل والفحوصات اللي عملها لا ده هو قال لي أنت تأخرتي وقال لي نجيب من الآخر كلمة دي سمعتها كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت وأنا يعني بعتذر لأن الحالات كانت جاية بتقول إن إحنا جربنا الحقن مرة واثنين وثلاثة وكانت يعني نصبنا بالفشل ولكن أنا ما بعبش نهائي في الحقن مجهري أيضا وبالتالي ما هو نفس الكلام إحسان اختيار هذا البرنامج الجيد جدا الممتاز له حالات خاصة به يجب على الطبيب التأني وإحسان إحسان الاختيار إن السيدة دي لابد حقن مجهري لها وأن الحقن مجهري هيكون قفية حاجة لها وبدون حقن مجهري يعني هيكون صعب جدا أن يحدث الحمل ودي الظروف دي إحنا عارفينها كأطباء النساء لكن ما ينفعش أبدأ بيها ما ينفعش يجب على الطبيب إحسان اختيار البرامج التشخيصية والعلاجية لأنه هو يديها فرصة الزوجين فرصة إن يحدث حمل فراش طبيعي ويمكن إحنا خلال الأسبوع اللي فات وجات لي النهاردة بتغير سيدة وولدت معنا الأسبوع اللي فات جابت محمد وكانت النقاش بيني وبين جوزها إنها شبطانة في الحقن مجهري وأنا بحاول أنا اللي أقنعها مع إني أنا سالي جدا أخدها هذا البرنامج يعني أخنعتها الحمد لله وثقاتها كتعالية إنها لأ هيحدث الحمل الفراش بس يديك فرصة بعد عمل المنزار وحدث حمل وكمل الحمل وولدت الأسبوع اللي فات والنهاردة نقشت معها هذا السؤال فابتسمت وقالت أنا ما كنتش عارف ناخد أول اتصال مدام سماح من مدينة مرصة مطروح فضاليا مدام سماح أهلا وسهلا يا فاندون فضالي أتفضلك الله برسي يا دكتور أنا كنت حمل وولدت أول ولادة طبيعية قصدي كيساري معلش يعني أنت حدث حمل وولدت قيساري في مدينة مرصة مطروح أيها دي أول ولادة اتفضلي بعدين سأقت دعا الولادة الأولى ولما سأقت قالي أنت معت سيولة في الدم تمام يا دكتور معلش أنا عارف أن الكلمة دي يعني بقتديرة شوية في جميع أطباء مدينة مرصة مطروح وبدون تشخيص تحليل معملي كلهم بيقولوا هذا الكلام اتفضل يا فاندون فأنا حملت الحملة الثالث دكتور ولسه ماشي ماشي عن برشام ذكرت ديكسازون الاثنين من أول الحمد برشام يا فاندون وذكرت ذكرت 75 وديكسازون وديكسازون ديكسازون ماشي عليه من أول الحمد ولما قلت للدكتور عايزة وقفه قالي لأ فأنا خايفة خايفة وقفه وخايفة استمر معي من لي حاجة طب بعد إزنسياتك أول قرار يعني إدى الأسبرين قليل جرعة ده على أساس إن فيه لزوجة وهو شخصها بأي تحاليل؟ آه شخص بالتحاليل فقالي إنتي معاكي سيولة في الدم يا فاندم سيولة لأ إنتي عندك تجلط فهو بيعملك سيولة فأول أنا ماشية معا من أول الحمد دلوقتي بقالي فتة سوريا للسور مم فأنا عايزة أوقفه وخايفة أن أوقفه سيحصل معا يا فاندم فأنا يا دكتور بعد إذنك وعايزة أسألك سؤال تاني ينفع أولد ولادة طبيعية بعد السؤال تاولا يعني ده سؤال اللي إذكرت على البرشام اللي إذكرت تردون مو لازم سؤال تاني ممكن أولد ولادة طبيعية حاضر هجاوبك سامح حاضر أول حاجة إن هو يدي الأسبرين أو الإيزا كارد ده يعني يفضل يكون فيه عنده بعض البيانات لكن يعني على مستوى العالم في بعض المراكز كانوا بياخدوها بدون أي حاجة ويبدوها قالك مش هيدور لكن الأسبرين بالجرعة الأوليلة هو بيقوم بدور معين على مادة معينة بتعمل التجلط من مشتقات البروستاجلندن وبالتالي إنها دي مهمة جدا في غلق حجرات القلب للجنين علشان كده يفضل ابتداء من أسبوع لاثنين وتلاتين نبقى نوقف الأسبرين ولو محتاجة أتخذي الهيبارين نفس بديله لكن إحنا النهاردة السؤال السولو بريد ليه أو ديكسا ميزازون ليه لازم يكون عامل تحليل لقى إن فيه مشكلة في الجهاز المناعي أو ده بقى ما ينفعش يتاخد كده اعتباطا يعني إيه اللي خليه الطبيب يدي مشتقات الكورتيزون أو إحباط الجهاز المناعي وهو لا يعلم بالتحليل إن فيه استفزاز لهذا الجهاز وبالتالي أنا إيه السبب؟ لازم يكون الطبيب عنده سبب وفي نفس الوقت برضو لو كان موجود سبب يجب إن أنا عندي نوع من أنواع التدرج في صحب الكورتيكوستيرويد أو ديكسا ميزازون أو السولو بريد أو أو على آخر يعني قبل انتهاء الحمل برضو ده مهم جدا علشان إن أنا أبدأ أدي فرصة للغدة الفوق الكلاب اللي بتاعت الجنين إنها تبدأ تشتغل بطبيعتها عشان ما ينزلش الجنين عنده فترة معينة ناقص عمل لهذه الغدة وبالتالي له برنامج في الإدخال وله برنامج في السحب لكن يجب التأكد من الطبيب إن أنت محتاجة هذا العلاق من قصة إنك تولدي طبيعي أو تولدي قيصري طبعا إحنا بنناقش الكلام ده حتى بنحطه بسؤال في الامتحانات يعني واحدة ولدة قيصرية أو أي العالم كله كان بنناقش ولادة السيدة اللي عملت قيصرية مرة دي البرنامج بيعتمد على الباسج والباسنجر يعني الحوض عند سياتك ومقاسات الحوض وحجم الجنين نفسه ووضعه وإزاي موجود وإزاي يعني اتجاهاته في الحوض هل إن هذا الجنين الحوض مناسب لي إنه هو يبدأ يمر من هذا الممر عشان يحدث له الولادة ولا لا ده مهم جدا وبالتالي دي تقييم طبيب لكن برضو للأسف يعني مش هتكلم على الأطباء بتروحي عشان دود أصدقائي كلهم ما يزعلوش ما حدش بيحط في الاعتبار القصة دي نهائي ولا بيكشف على الحوض ولا بيشوف مقاسات الحوض ولا بيشوف وضع الجنين ولا بيشوف اتجاهات الجمجمة إزاي موجودة في الحوض وبالتالي بياخد القرار على طول بالولادة القيصرية وفي بعض الأحيان كمان بيولدوا قبل المعاد بتلات أربع أسابيع وكل دي طبعا مش حاجات طبية لا تصلح إن احنا نمارسها كأطباء معايا في أيمين يا فن مدام غادة تفضل يا فن إزاي حضرتك يا دكتور يا أهلا وسهلا يا فن تفضل استغادة حضرتك يا دكتور أنا متجوزة بقالي تسع سنين أي والسن كم سنة يا غادة السن كم سنة السن كم سنة ومتجوزة بقالي كم سنة سن سع سنين أتفضل يا فن elia قبعدين حصل حمل يعني سبع مرات آآ أخر مرة كان في شهر سبع اللي فات آآ كان في ثلاث سهور والجنين مات ومعرفش السبع مرات يا ست غادة مافيش حمل فيه مكمل لا بتقولي ايه الشبكة شوفي شبكة واسعة يعني في البلكونة او حاجة جو طلوة برا كلميني منها دكتور ما هو انا مستمع حاجة يا غادة طيب هنتظرك يا غادة لو خرجت في مكان في شبكة عشان اقدر افهم المعلومة الصحيحة في لاني طبعا تكرار فقدان الحمل بهذا العدد يجب على طبيب يكون يعني زي ما بنقول على علم لاني دايما اصعب شيء عندنا هي معرفة تكرار فقدان الحمل السبب مشكلة كبيرة جدا عندنا لاني اسبابها كتيرة جدا جدا والاسباب للأسف بعض الاطباء يروحوا مسكين كانوا فترة من الجيل من الاطباء يمسكوا في الميكروبات التي تصيب السيدة ويبدأ يقولها عندك ميكروب وعندك وعندك ويعالج وكلام ده برضو ده كان بيضيع الدنيا لاني مش هو بيكون السبب بعض الاطباء دلوقتي بدأوا يعني برضو نفس اللعبة يلعبوا في قصة ان في تجلطات وفي مش عارف ايه بدون اي تشخيص معملي حقيقي وللأسف بعض الاطباء بيدخلوا في ادراسات كونزومية التي لا تشخص هذا الكلام يعني عملية بقت انا نفسي مش لاقي هم المعلومات دي جابوها منين وما هو القرار اللي بياخده لما بيجي الشخص حاجة معينة لا يمكن علاجها وبالتالي لازم اي طبيب بيبدأ يفكر في كيفية تشخيص سبب تكرار فقدان الحمل لازم يبدأ يحط حاجة اسمها بلان او يحط اسكيلتون او يحط هيكل معين يبدأ يفكر فيه يطرى اللي انا هيحطهم باني طريقة يحطها بناء على هذا الفقدان الحمل عمره قد ايه فقدان الحمل في البداية مع التحليل المعملي فقط فقدان الحمل مع تكوين كيس فقط وما فيهوش اي مكونات جنينية اللي هي بنو عليها مضغة غير مخلقة دي قصة ان يحطهم في محور واحد ثم يبدأ يفكر فيه فقدان الحمل اللي ظهر فيه كيس وظهر جنين وبدأ الجنين ينبط ويتحرك وبعد كده تم قتله او تم فقدانه اللي هو الفيتل ديمايس خلاص ضاع منها او ان فقدان الحمل عن بعد الاسبوع او بنقول الاسبوع الستاشر للعشرين بانها دائما بعد اسبوع العشرين بان يجي لها مغس بعد كده يحصل فقدان الميت الجنين ثم الجنين يتولد ولادة طبيعية وينزل عايشه في فرفض يموت وهنا او فقدان الجنين على اكتمال عمره وتم قتله وهو ده اصعب بواحد بقى فيهم ان العيل زي الفل ويجي في التاسع ويروح ميت وهنا دي بقى نبدأ برضو على الاطباء لان هو يحدد اكتر مجموعة من فقدان الحمل كانت في اي مرحلة لان كل مرحلة لها برنامج بنبدأه قبل برنامج الاخر علشان اقدر اشخص وبالتالي قصة اللي بتخلي دايما ان الدنيا بتبقى بايزة وبتتكرر فقدان الحمل هو ان كل طبيب يبدأ يعمل اقتبار حمل يقول لها انت حامل يا سيتي اقتبار حمل بول وبعد كده يعمل في بعض السيدة كاترة الستات تعمل صنار على البطن وتلاقي بقع سودة تقول لها مبروك انت حامل وهي مش شايفة حاجة خالص ويجي او طبيب تاني عمل صنار مهبلي ويشوف كيس فاضي يقول لها لسه سبولي النبضة هيظهر ثم بعد كده يبدأ الكيس يكبر وبدون مكون جنيني يقول لها العي المات النبضة وقف يا دكتور ما هو لازم انت كلامك ده هو الحرز اللي الطبيب بعد كده اللي هي هترقله هيمشي عليه ما ينفعش انك تبقى مضلل علشان تطمنهم انها كانت حاملة وبقت كويسة يجب عليك تقول لها الحقيقة لان الحقيقة دي هو هتبقى بداية مفتاح البحث عن سبب تكرار فقدان الحمل هناخد المدام سعاد هلو هلو تفضل يا فن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فن بصي ابني انا بنتي عملت عملت حقن مجهاري وطلعت البويضة فاضية ورجع التاني عملت حقن اللي هو كالكح سناعي قرتين اسبوري علي يعني هي بدأت بالحقن مجهاري وبعد كده عملت كالكح سناعي لا عملت كالكح سناعي الاول ايو ايو بعد كده عملت حقن مجهاري وطلعت البويضة فاضية يعني هي طلقت بويضة واحدة الدكتور قال لها ده ايو بويضة واحدة وفاضية يعني لخصب ولعمل جنين ولعمل حاجة خالص لا كالكحسة مخصب ايو ما هو خلاص ما هيهو طبيب المعمل بتاع الاجنة لما بيجي يقشر البويضة ويشوفها ايلي هي فارغة خلاص مش هيقدر يعمل حاجة فيها اه اتفضلي اتفضلي فهاوي الواتع عندها خمسة واربين سنة وكشفناها عند دكتور امراض نسة فقال لها اعملي اه من زور لا التبويل عندك مخزون المومي الضعيف من زور ايه يا فاني نعم نعم من زور بطني بعد كل ليه مش عارفة والله احنا يعني انا هستأذنك اعتذري لهذا الطبيب اقول له يا دكتور احنا بنتناقش على سيدة عندها مخزون مبيض ضعيف العدد وضعيف في الكواليتي اللي هي النوعية وبالتالي هو ده السيدة دي ربنا خلقها كده في هذا العمر خط انتاج البيض البيض بيكون قليل وفي نفس الوقت خط هذا انتاج البيض بيكون النوعية بتاعته مش سليمة كروموزوماته بعمرها بقالها 45 سنة هذه البويضة وبالتالي كروموزومات تكون سيئة جدا ما مش هتقدر تعمل جنين في هذا الوضع هي السؤال المنظر هنا لا يفيدها نهائيا لاني احنا النهاردة لما بيجي نقيم المنظر لازم اشوف الفوائد اللي السيدة هتاخدها منه والمشاكل اللي هتاخدها منه وبالتالي هنا الفوائد معدومة مش هتاخد اي حاجة لانه هو المشكلتها فيه مخزون المبيض ولا يوجد مشكلة اخرى وبالتالي مخزون المبيض في هذا الوضع يجب ان يقيم بالتحليل هرموني اذا كانت الدورة منتظمة بالFSH والLH والE2 في اليوم التالت لو كانت الدورة متقطعة او غير منتظمة بالAMH ده او ده بديني تقييم عن مخزون المبيض والسؤال اللي بقوله حركة اللي استألته لسه النهاردة الفرق يتبدأوا ده مخزون الFSH هو تقييم المخ المخ بستغل المخ في تقييم عدد البويضات المطلقة عند نزول الدورة يبقى ده تقييم حقيقي لان المخ هو اللي بيقيم هذا كلام اما تقييم الMH هو تقييم معملي في عدد البويضات اللي مخزون في المبيضين يبقى التقييم المعملي دائما بيعيبه الشفت اللي انه محتاج تقنية عالية جدا في المعمل والكتس تكون نوعية جيدة وبالتالي ارقامه بسعارات كتير ابتوا بقى مضللة تقييم المخ في الFSH غالبا بيبقى هو الصح لكن يجب ان انا ازوده بالAMH لكن دايما بعتبر ان الFSH هو التقييم الحقيقي لكن هذه السيدة في هذا العمر هو ده اللي بنقابله في مراكز اطفال الانبيب وعشان كده بعض المراكز للأسف انها بتعمل دعاية ان نتائجها خمسين في المية يا دكتور لا يجب ان انت تقيم صح علشان اي زوجين دخين هذه البرامج يكونوا عارفين ايه الحقيقة انا حقيقة بقول لها ان النجاح البرنامج ده ينجح عند فترات مختلفة اما فترات التنشيط اما عند فترات صحب البيض فترات التكوين الاجنة فترات ادنزرع الاجنة لازم اقول لها نسبة الفشل في كل هذه المراحل عشان تبقى عارفة ودائما وابدا في هذه السيدات في العمر ده بقول لها احنا دائما بنفشل في فترات التنشيط وانخراج البويضات او عند سحب البويضات وعمل الزرع ان انا اعمل تخصيب البويض لان دائما انا مشكلتي فيه كرميزومات هنا هذه كرميزومات بتتكون سيئة جدا جدا وبالتالي بتبقى نسبة الفشل عالية جدا جدا غير اللي بيقولوه المراكز الطبية في مصر بالذات لكن العالم كله بيقول لهم الحقيقة بيقولها نسبة النجاح كذا نسبة النجاح في هذه السيدة في 45% اللي هي عندها 45 سنة لا تتعدى من 3% لما تزيد قوي 5% وعندي نسبة فشل 95% وده مش بيقدينا لكن ده بتكلم على المعمل المحترم كمان مش بيقدينا خالص لكن هي دي ظروفها ويعني بنقول دي غزبا عننا تفضلي يعني يعني مفيش لأحال بقصر يعني نمرت واحد طبعا فيلي باب المنظر ده خالص لأن أي منظر ما بنيجي نقول نعمل جراحة المناظير لازم أقعد مع السيدة أقول لها خد يبالك أن جراحة المناظير بتحتاج فترة بعد المنظر عشان يحصل فيها خصوبة والحملة وترجع الخصوبة بالكامل لكن أنا بتكلم معها مع السيدة اللي عندها 25 سنة عندي لسه 20 سنة فترة خصوبة لكن أما أجي أتكلم مع السيدة 45 بقفل المنظر نهائيا نهائيا بقول قراري حق مجهاري وطالما ما عنداش أطفال لها الحق تحاول مرة واثنين وربنا يسعيدها إن شاء الله إيه العلاقة طب مالوش دعوة يا فندم خالص خالص لا يا فندم مالوش دعوة بنجاح أو فشل أطفال أنابيب يا فندم خالص خالص مادام نادا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا مادام نادا معلش يا دكتور أنا بقلي 8 فينين نتجوزة أيها فندم وما حصلش حمد خالص وبقالي سأنا متوقفة عن العلاج يعني كتير قوي من السيدات بيصلوا إلى مرحلة إن هما الزوجين بيصلوا إلى مرحلة إن هما يوقفوا العلاج أنا ساميك اتفضلي تمام يعني بعد البريد الشهر ده كان فيه عندي التهابات شديدة فأنا معرفتش اللي أتواصل بالدكتور اللي أنا متابع معيه ولا أعمل أي حاجة غير إن أنا جبت يعني إيه تتواصلي مش فهم يعني الدكتور كان في أجيزة يعني ما هو أي يا فندم الأسف العلاج بوز الدنيا كلها قصة إن العلاج على الموبايل والواتس والمش عارف الرسائل ويدكتور يكتب كل كلام ده للأسف القصران الوحيد الحالة السيدة لأنه ما فيش واحد دكتور يخط بألمه يكتب أي علاج أو بتليفونه يقول أي علاج إلا ما يكون عارف التشخيص الحقيقي هشخص إزاي صعب أو التشخيص عن بعد دي صعب أو تمام يا دكتور أنا اضطريت إن أنا جيب علاج من السيدلية ماشي أحنا موالناس لا أصلي الصيدلي طب هيديكي إيه طب هو يعرف إيه الصيدلي يعني هو الصيدلي بعد إزنى حضرك هو الصيدلي درس طب يعني هل أنا درست صيدلة أنا ما درست صيدلة خالص هو ما درست الطب نهائي ولا يعرف أي حاجة من الكتب الطبية اللي بنعلمها للطلبة يعني ست 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 سنوات إزاي بس ده أنا علم أمراض النساء يعني حب الكتب كده كتابين كبار قد كده وكتب تانية صغيرة الطالب بيقعد فيها يعني يعني عند راسي كامل فإزاي الصيدلي بالفهلاوة هيعرف الكلام ده أول بيمشي بطريقة إن الأدوية اللي ماشية كتير عنده وبتكتب كتير بيكتبها للمريض وخلاص لكن هو يعرف من إيه النوع الميكروب ولا يعرف من إيه الاستجابة ولا يعرف من إيه السبب ده مهم جدا صدالي تامين يا دكتور أنا عايزة نصيحة النصيحة يعني من حضرتك إن أنا أبدأ في موضوع الحقن المكهري ولا أستنى شوية يا فندم يعني بعد إذن حضرتك السادة الأطباء اللي عالجوا سيادتك الفترة دي زمنية من الزواج قالولك إيه السبب في تأخر الحمل الزوج ولا حضرتك ولا كالمعتاد يقولك زي عادل والفيلم يقولك أنت كويسة وهو كويس ومجميش سبب أنا كويسة جدا كل إشاعيتي وحاجاتي كويسة بس هو المشكلة عند الزوج هو يبقى هنا المشكلة عند الزوج المشكلة بقى عدد ولا حركة ولا إيه بالزبط حركة الحركة والعدد كويس كان كام آخر مرة مش أعرف كيم عشان أنا مش بطلة على تحليل وبصراحة ليه يا أسرار عسكرية تحليل زي ما هو يعرف تحليلك أنت تعرفي تحليل من توفي الهدف في الآخر عايزين عيل هي مركب هو في أعلان عسكرية إنه هو في الشركة وكذا فمش بيطلعني على أي حاجة من تحليل هو تحليل مستشفى الشرطة بقت حاجات عسكرية دلوقتي ممنوع حد يشوفها أول الله العظيم يا دكتور معلش أنا بعتذر الكلام دوت لكن ما ينفعش القفة بوادنين يشيلها واحد بس لازم الاثنين لو كان فيه مشكلة كبيرة عند الزوج ودي أنا لسه كتعندي تقريبا خلال فترة قبل العيد الكبير وللأسف يعني اعتارت تماما على قراري ورفض يجيلي تاني بعد كده لما أنا تم إعادة تحليله في معمل من طرفي وطلع إن تحليله زيرو وكان دايما قاعد يقول تحليلي كويسة تحليلي كويسة وكانت طمّة كبيرة جدا جدا بالنسبة للزوجة لما قرفت إن المعمل بعتلي التحليل عن طريق الكمبيوتر ببعته لي كرسالة وهو كل التحليل بتوصل لي أول بول ففجأت إن هو زيرو وإن هو بدأ يعني زي ما يقول يهرب من موضوع التحليل مش لقيه ضاع مش عاب إيه روحت منطلعه له من على الكمبيوتر يعني فالقصة أنا مش بعمله حاجة تدايقه لكن لازم أحطه على خط السير الطبيعي لا ما تكملش علاج طالما إنك انت بتعمل هذه المحاورات يجب على الطبيب يعرف تحليل الزوج الحقيقي ويقرر لأنه ممكن يكون محتاج مساعدة بسيطة جدا وإن يتعمل تلقيح رحمي تلقيح الرحمي بيحل مشكلة كبيرة جدا لبعض ضعف حركات الحيوان المناولي لكن للأسف أنا سمعتك شير جدا في مطروح يقول لي واحد إن في ضعف شوية في الحركة ضعف شوية في العدد كلمة دي بقيت الدكاترة يقولوه عشان يعني يطبطبوا على كتابهم يجي للزوج لما حلله قال ليه زيرو إيه ضعف في إيه هو فيه أصلا عشان تبقى فيه ضعف وبالتالي القصة دي لازم تتاخد صح اتفضل يا فن نيس يا دكتور الأستاذ عادل أيها اتفضل يا عادل بيه اتفضل يا فن نيس يا دكتور يا أهلا وسانيا يا فن قلو تمحك في تليفزيون في عالك الشاشة انت شايفني على الشاشة آه والله العظيم ده انت راجل جدعك ويسا انك شايفني ربنا تكي السحران ده حلق بس بنتين متجوزة بقى لجي سنة وشهرين كده بنتك متجوزة بقى لجي سنة وشهرين آه اتفضل حيب الاتبرزان أيو يا فن وفي الشهر التاني أو التاني الجديد بجميعات ما يجيش في الروطة يعني الروح أنا سامع كويس اتفضل كم يعني يجا في جهة ثلاث شهور وتسقط تمام يا فن برسين أيو فعلى راحل دكتور في المنصورة قال لك عامل لي منزار منزار رحمي من تحت آه يعمل التحاليل ويعمل منزار رحمي هو قراره صح فهي حضرة بحريشي فهي عندها الأجسام عندها والأجسام المضادة حندها حالية يعني ايه أجسام مضادة أجسام مضادة يعني ايه بقول لك أجسام مضادة في جسمها يا فندي بأي التحاليل اللي بطلقى الأجسام المضادة بتاعها وأجسام مضادة ما قال إيه أجسام مضادة دي ازاي الدكتور شخصها لا هي والتحاليل ظاهرة يعني هي يعني كل تلك كل شهرين او ده يصير تحبل والحمه بالحمه بيتمالش وعمل منظر رحمي من تحت؟ صحيح هو اللي اعمل منظر رحم منظر رحم يعني يعني هو دوقتي مشخص ان في مشكلة في الرحم ولا ان عندها اجسام مضادة هو الاكسام مضادة عندها ايه؟ الاكسام مضادة يعني هو مشخص اكسام مضادة؟ لا هي الحقيقة اللي هي لا مش عني ايه بحدي بشكها عند اجسام مضادة الحمل مضادش فيه ورامليف صغير فيه التساقات فيه ضمور فيه اي حاجة تمنع ان الجنين يندمج داخل البطان الرحمية ويتغزة دي وارد وشفناها وحالات كتير قوي بتتعالجه بتكمل تبقى زي الفل بالمنظر الرحمي لكن ايه اللي دخي بقى الاجسام المضادة وعالجها بايه طب الاجسام المضادة ديها ايه يعني ما عايش نوست منعليش نوست معالجاش مالهوق ايه قاله ومعاك يا دكتور حمدك ومعاليش معالجش عشان نفهم بس ما انا نفسي بعد اذن حضرتك انا نفسي مش فاهم يعني ايه كلمة اجسام مضادة يعني انه جهاز عمله او تحليل عمله شخص له ان فيه اجسام مضادة خلاص يبال اجسام مضادة هنفترض عندها مثلا زيادة نسبة الهجوم الجهاز المناعي هنفترض من الغدة الضرقية ودي بتهاجم الجنين خلاص طبعا بنعالجها بنعالجها بعض الادوية للغدة الضرقية وبعض الادوية لاحباط الجهاز المناعي لكن كلمة اجسام مضادة دي برضو عايز اعرفها يعني ايه هي لان كلمة عامة لازم تقولها لي هي ايه او حضرتك يكون التحليل بيقول هي ايه عشان ناخد القرار تفضل يا فن مدام مونة اهلا اهلا استفضل يا ست مونة ازاك يا دكتور عامين اهلا اهلا بيك يا فن تفضل انا يا دكتور من جوزة بقى لي تسعة حمينة تسعة سنوات تسعة سنوات تفضل يا فن وما حصلش حمل خالص غير بالحقن المجال وبتقول ايه ما حصلش حمل خالص غير بالحقن المجال يعني سيادتك سنك كم سنة انا عندي تلاتين سنة دلوقت وعملتي الحقن مجهدي وربنا الحمد لله اداكي الطفل او بس ما كملوش وواحد مات في بطني في الخامس والتاني جات لي مولادة مبكرة في نص ستة في كده الثانية وانت الدكتور حق لما زرع زرع كم اجنة زرع ثلاثة وكام واحد كمل اثنين وبعد كده الدكتور عمل لحضرتك ربط مثلا او حاجة ولا ما عملش او جينا في اخر الثالث عملت ربط قال لي انت محتاجة تعملي عملت ربط وكل حاجة بس انا كنت منزل فوقت لحقن التولى شوية وبعدها رفت لقيت واحد ميت يعني اللي مات يا فندم مات في عمر كام مات في خمس شهور والدكتور كمل الحمل بطفل ميت والطفل سليم او والتاني ثلاثة استادت جات لي مولادة مبكرة بعدها بشهر على طول يعني او مفيش يعني او ربنا عوضك تفضل يا فن يا رب فاك الربط ونزلت يوم طبيعي او ونزلت يوم طبيعي او في المستشفى الجمهداج اتفضل يا فن دلوقتي انا بقلس انا من ساعة العملية وما حصلش حمل خالص ولا اي حاجة سيادتك برنامج الحقن مجاري تم اجراؤه بايه التشخيص اللي انتي قال اني لازم حقن مجاري ما هو التشخيص التشخيص اللي انا عندي تكاييسات عم مجيب يعني بكت بها كتير وخدت منشطات كتير وعتعملت كتير وما حصلش حمل ولا مرة غير بالحقن المجاري وعملت منزار وكل حاجة عم لا منزار لان انا كنت عمي استكشاف وانا بنت كنت دخلت زايدة فتعملت غرض فدخلت باستكشاف يعني فقالي مش هينفع ننزل بمنزار لأ ازبري علي بقى ازبري علي يعني انتي وانتي بنت قبل الزواج عملت الزايدة او وطبيب الزايدة وهو بيعمل الزايدة لا اما فيه الزايدة لا لا بس قاطعوا حتا مع المصرون كنت انتجرت الزايدة بسبب هم ايه جيش له هشاله حتا كمان من المصارين المصارين اصبحت مقتوعا لون ده ايه ده دكتور ايه فانتم جراح ايه لقطع المصارين وبيعمل الزايدة الزايدة دي النايب الزغير بيعملها عندنا ايه يعني ايه دكتور لسه جراح عندنا نائب لسه جديد هو اللي بيعمل الزوايد عمرين ما شفنا واحد قطع المصران زي ما انت بتقولي والله هي بقى كانت غلطة كده والدكتور بقى غلط أو حاجة وعملت استكشاف بعد كده او دخلت بقى القصر العيني العادي وعملني استكشاف وخياتوا بقى قطعوا الحتة المنتبهة في المصرين ورجعواها تاني خيات يعني عملوا تحويل مصر؟ لا يعني كانت أمعاء صغيرة وعملوا إعادة توصيل الأمعاء لبعض اتفضل يا فن اتفضل المهم يعني كان طبعا درجة حارش انها بتجيب في العملية دي فقالوا وعجلوا الجوازة لانه ممكن تكون السخنية دي عملت كياتات او حاجة المهم جوزت بعد العملية بخمس سنين او اربع سنين حلوة لعبة العملية وعجلوا الجواز بعد العملية ده حاجة كويسة اوي اتفضل ما حصلش بقى ان انا ما عجلتش بصراحة يعني هنا الأطباء لما فكروا في جراحة المنظار استبعدوا جراحة المنظار عشان عمل الاسكشاف اللي كانت عملك قبل كده فاضل يا فن منظار الوحيد اللي عملته وقبل معا من الحامل المجاري ده منظار رحمي اللي هو الرحمي رحمي فاضل يا فن بس فما حصلش حامل خاص بعض العملية وانا مش عندي امكانات ان انا عيدها تاني يعني اكشف تاني واخد من وشفت تاني لا يهمني اخرت اشعة بالسبغة معمولة قالت ايه عملتها عملي كويسة انا دي بسلكة ما فيش اي حاجة ما فيش التساقات ولا حاجة خالص لا يعني انت الوقتي اذا كانت المقدرة المادية انك انت تاخد قرار بحقني مجهاري يعيديه اذا مقدرة المادية مش مناسبة دلوقتي في الفترة دي تابعي مع دكتور ان ربنا يعني كريم وممكن يحدث الحامل وشفنا حالات كتيرة جدا جدا ماشاء الله وحدث له حامل طبيعي وبعد فشل اطفال انا بيبقوا كل السادة للمشاهدين في نصهم كان منهم عملوا حقني مجهاري وحالات كتيرة جدا بتجيلي في العيادة عملت حقني مجهاري وفشلت او يعني لم تنتهي بنتيجة مناسبة وبعد كده حدث الحامل الطبيعي جدا جدا حامل فراش اتفاضل اتفاضل معانا مادام مونة اخرى اتفاضل يا مادام مونة اتفاضل يا فن ازاي حضرتك يا اهلا وسهلا يا فن انا منتجوزة من خمس سنين ومحصلش حامل خورة والدكتور فيه دكتورين منهم قالوا لي ليساعملك تكييفتك سني كم سنة سني كم سنة يا مونة 28 دلوقتي ووزنك قدية تقريبا اه دلوقتي 70 لاننا بعمل رجيم دلوقتي يعني دلوقتي انت كنت اكتر من كده اه كنت 73 يعني انت نزلت تلتة كيلو انت لو تعشيتي اه منارسة فدأ من صحر كده لو خدت سندوتشينب الليه لحترجع ل73 لا والله ده بدي باللمون بس طيب واسيادتك فيه حد في القسرة عنده السكر لوالد او الوالدة اه والدتي اه والدتك عندها السكر اه اتفاضلي والدكتور قالك ايه برنامج اللي هينشع ليه الدكتور قالي عندك تكايل اتفاضلي وطلع لي اللي هو سيدوفاج اخذته مدة شهر وبعدين كان بيكتب لي على منشط مم وبعدين بقى عملت تلقيح مرة ثانية وبرضو ما حصلش حمل والدكتور قالي برضو لما جوزي عمل تحليل طلع عنده دفع الحركة يعني الحركة الحركة الامامية كام تقريبا يعني اه كانت خمسة وبعد ما عمل او كانت خمسة وبعد ما عمل التلقيح فقالوله الحركة بقتها شرين يعني اما بيجي يعملوا التلقيح خدي بالك بيبدأوا ياخدوا الحيوان المنوي ويبدأوا يعملوا نوع حاجة اسمها تحسين الجودة واختيار الامثل ده طبيب ده عملتها في مركز اطفال انابيب ولا في معمل اه لا في مركز متخصص مركز انجيل سندرية يعني طبعا المركز بيبقى متخصصين جدا في اه مركز متخصص الوضع وتحسين الجودة الحيوان اللي هو هيتم تلقيح به اه لكن لانا شايفه ان حاولي مع الطبيب المعالج يبدأ يعيد تقييم الدنيا الوضع الموجود ويحط لك برنامج اخر فيه تنشيط المبيض وطالما فيه مشكلة عند الزوج اعادة التلقيح الرحيم هو الدكتور من شهر الروح نيلو قالنا انا انصحكم بحاني مجالي يعني يعني عشان احنا قلناه احنا بقالنا خمس سنين ما قال يعني انتو بقالكم خمس سنين ومرستين تلقيح فانصحكم بحاني بعد اذن حضرتك عملتي الاشعب السبغة وعملتي منظر اشعب السبغة والحمد لله ترى ما فاش اي حاجة والمنظر لا ما عملتش منظر الدكتور قال انت مش محتاجة ما قال ليه مش محتاجة ليه قال لي انت شخص بيين اني عندك الرحم كله كويس وعمل الاشعب السبغة كلها كويس يا ستي انا ما قلتش منظر رحمي انا بقول منظر بطن اه لا برضه ما فيش دكتور طرابه مني عندي تأخر حمل فراش طبيعي وعندي عدم استجابة في التلقيح الرحمي يبقى قبل ما ادخل في قرار ان انا اعمل حقن مجهاري اعمل منظر بطن لاني بعض الحلاء خد بالك التلقيح التلقيح الرحمي هو هو زي بالزبط الحمل الطبيعي يبقى اذا اذا كان فيه اي سبب داخل البريطون او داخل الانبيب برضه مش هتحبالي وبالتالي انا يعني انا كل قصة التلقيح هو اني انا بعدي عنق الرحم بسائل منوي يخصب لكن هو مش اعمل اي حاجة بعد كده جواكي كل الكلام ده جوا جسمك طبيعي عادي زي كل الحمل الطبيعي وبالتالي لو فيه مشكلة جوا زي هجر بطنة الرحم لو فيه مشكلة التسقاط حول الانبيب ان حاجة اسمها ارتجال وضع الانبوبة بالنسبة للمبيض ودي بعض الاحيان بنشوفها لكن لا يتم تشخصها بالشعب السابغة اللي هي علاقة اطراف الانبوبة بالمبيض شفنا حالات كتيرة جدا جدا المبيض مرفوع في اخر الدنيا او ان بعض الحالات ان الانبوبة نفسها متنية ومرفوعة في الحوض والعلاقة غير سوية لا يتم الحمل الطبيعي ولا الحقن التلقيح صناعي وبالتالي لازم عمل منظار بطن قبل اي حاجة مش هتخسري لان منظار البطن اذا لقى ان فيه بعض الحاجات معينة لا يمكن تشخصها لا بالكشف ولا بالصنار ولا بالاشعة ولا باي حاجة هنفترض مثلا هجرة بطنة الرحم من الدرجة الاولى والتانية طبيب يقول هو بشخاصها ازاي بشخاصها سبجيكتف بكده بالكلام يعني من سؤالك وقلام الدورة كل البينات بيجي لهم قلام دورة هقول كل البينات عندهم هجرة ما ينفعش يجب على الطبيب يدخل جوه البريتون بالمنظر ويبدأ يشوف يبحث عن الاشياء اللي هي لا يمكن تشخصها من الخارج اذا تعامل معها فعلا بالمنظر نسبة التحول الى ان يحدث حمل فراش عالي جدا 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 لان الهجرة من الدرجة الاولى انا بدي مثل واحد هجرة من الدرجة الاولى او التانية بسيطة جدا لكن لقوا انها بتعمل نوع من انواع البوليوشن تلوس البريتوني بمادة معينة ااكلة للحيوان وااكلة للبويضة وبالتالي حصل حياة زوجية طبيعية لا تصلح مش هيحصل حمد حصل تلقيح برضو رحمي لا تصلح برضو نفس الكلام لان البويضة خارجة من المبيض دخلة على الانبوبة هنا البريتون نفسه ملوث بمادة معينة ماكروفاكز والسايتوكاينز دي بتاكل البويضة نفسها بعض الاحيان بتحول ان البويضة تقدر تدخل الاطراف الانبيب وبالتالي انصحك طبعا قبل ما نعمل اي حاجة تانية تبدأي قرار المنظر البطن مدام هناء من اسوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ستة هناء دكتور انا متجوزة هجالي ثمان سنوات خمس سنوات ثمان سنوات ثمان سنوات تفضلي وحصل لحامل يعني في 2018 ايوه ومنها تاني محصل ليش يعني حامل معاك يولد ولا بنت ممعاييش بزلوكتن حامل جديد يعني دوبليا شهرين ايه اللي بتقول لي حدث حامل 2018 ايه اللي حصل له لك اللي حصل ان هو يعني واجه في النبض ونزيه تاني برضو كلمة وقف النبض اتفضلي مليش حل خلاص من الاطباء المحافظات كلهم اه على كلمة واحدة لكن انت الوقتي حامل فديفن اه اخرين انت اخر دورة جاتلك امتى يا مدام اخر دورة 17 ستة اه 14 ستة اه والدكتور قال السياد تكشاف بالصنار المهبالي الجنين ايه 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 بتقولي ايه اه وكشفت عنده وعمل لي تحليل زيك تا يعني عمل لي تحليل ايه التحليل الرقمي طلع كام يا فان لا اعمل ليش تحليل رقمي لانه هو اصلا حامل جدا مدام كبير يعني كيس الحامل يعني هو شاف كيس الحامل كبير ايه وشاف كيس الحامل وشاف المكون الجنيني بدأ يحصل فيه نبض يظهر ايه ايه طب ايه السؤالك بقى يا فان سؤال ان انا كنت عناخد برشام الغدة هالي لان بطلة يحني كان عندي الغدة عالي يعني انا مثلا عملتها وكتب كتب عملتها حقم مجهري ومعن فعتشي يعني بعد ايه السؤالك كلمة برشام الغدة احنا عندنا اكتر من الغدة قصدك على الغدة الدرقية ايه والغدة الدرقية اصبري علي كان يوجد فيها ضعف ولا نشاط لا كان نشاط وكانت نمشي ناخد على الالاج اللي هو خلسين يا ستة يعني كان ضعيفة ولا نشطة لا قفت يا دكتور نشط يا فاندم نشطة في التحليل غير نشطة يعني ازاي نشطة كلمة نشطة يعني التي اس اي اتش عالي لو تي اس اي اتش عالي معناها ان فيها ضعف يعني طب هاجبها لك من الآخر الدكة علبة فيها مية قرص ايه يبقى مية قرص يا ستة يبقى خلاص يبقى فيها ضعف يبقى الغدة كان فيها ضعف والارتفاع الاتش اس اي اتش عالي فدك الالتروكسين تفضلي الالتروكسين ما يوقفش يا فاند ما يوقفش الدواء اللي هو القرص اللي هو في العلبة اللي فيها مية قرص ده ما يوقفش لكن بنبدأ نعمل نوع من الفطام على اخر الحمل علشان احاول اساعد الجنين ان ينشط غدته هو وبالتالي يجب على الطبيب يبقى عارف ان هو لو استمر مدة كبيرة في اعطائك الالتروكسين بيخلي الجنين يعتمد على هذا الدواء وبالتالي الغدة بتطلع ضعيفة عند هذا الدواء عند الجنين عشان كده يجب الطبيب يكون على علم ازاي يبدأ يسحب الالتروكسين قبل الولادة في بعض الناس قال لي منكمل لكن الاطباء كتير او الاطفال بينصحوا بسحب الالتروكسين قبل الولادة بمدة معينة يعني احنا المواضيع بتاعتنا النهاردة حلوة جدا وانا شايف ان الناس بدأت من المعلومات اللي بياخدوها من القنوات الفضائية بدأوا على علم وينقشوا الطبيب وانا مش ضد الكلام ده خالص طبعا لكن في بعض الاطباء بيرفوضوا انه هو يناقش المريض لكن دايما اقول من حق المريض انه يناقش عشان يعرفه لكن مش يناقش عشان يقرر يقرر لما نيجي انا كطبيب ابدأ اقول له اختار قرار من اتنين والاتنين مفيدين لكن في واحد ينسبك والتاني ما ينسبكش فانت تحسن اختيارك لكن لا يصلح المريض انه هو اللي يقرر القرار على الطبيب حلقات صحة حواء دايما احنا هنكون مع بعض كل اسبوعين ان شاء الله ويعني اللي لغاتنا الصحة تتحسن وبإذن الله هنناقش دايما بعض المواضيع الطبية يمكن الحلقة القادمة بعد مش الحد الجاي الحد اللي بعده هنناقش دور جراحة المناظير في اللي احنا سمعناه النهاردة ده كله يعني اطباء كتير قوي ده رافض يعمل منظر وعايز يعمل حقل ميديهاري وده رافض يعمل منظر وعايز يعمل تلقيح رحمي والاسف انا مش عارف ليه لان التلقيح الرحمي يعني في بعض المراكز الطبية العالمية يقولك ممنوع الا ما اعمل منظر بطن الاول ممنوع ومنظر بطن سهل جدا مع منظر رحمي يعني ايه المشكلة لان ده بيزود نسبة النجاح التلقيح الرحمي جدا 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 وفي بعض الأحيان بعض المنظر الحالات بني يحدث لها حمل بدون أي علاج وبدون أي مساعد هنلقاكم على خير إن شاء الرحمن في الحد اللي بعد القادم بإذن الرحمن في حلقة من حلقات صحة حواء كلام معكم الأستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد بكرة طب ونائب رئيس جمعية جراح المناظر المصرية نلقاكم على خير في حلقات صحة حواء أي حد طبعا كان شاهد جزء منها وعايز شوف الحلقة بالكامل كل حلقاتنا بترفع على اليوتيوب في موقع قناة الـ HBC باسم حلقة صحة حواء لأستاذ الدكتور أيمن حمودة هنلقاكم على خير إن شاء الرحمن في استكمال جراحة المناظر في تأخر الحمل وجراحة المناظر بعد فشل الأطفال الأنابيب إن شاء الله هنلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته